نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترديه ونستغفور ونعوب بالله العليل العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد تعالى عن الشبيه والشريك والند والولد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده له الملك وحده وإليه يرجع الأمر وحده سبحانه وتعالى لا يقوم في ملكه ولا خلقه إلا ما قدر وربك يحبق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومصطفانا وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد اللهم صلِّ وسلِّم وزِد ومارِك عليه وعلى آلِه وصحبِه وسلِّم تسليماً كثيراً ثم أما بعد فيا أحباب رسول الله طبتم وطاب ممشاكم وتقبل الله عز وجل مننا الصلاة والقيام أيها الأحباب الكرام لما بعث الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو إن شئت فكل بعث الله كل الأنبياء والمرسلين من أجل غاية عظيمة ألا وهي رفع الظلم عن الناس الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل الدين من أجل إقامة القصط والعدل في الناس الله عز وجل يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصط من أجمل أو من أعظم غاية بعثة المرسلين أن يتحقق العدل في الناس وأن لا يكون هناك ظلم لأحد من العباد أيها الكرام قبل بحثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أعظم وأكثر الطوائف التي حلت بها الظلم النساء المرأة كانت المرأة قبل الإسلام أيها الأحباب تظلم ظلما بينا واضحا ظلم ما بعده ظلم فكانوا قبل الإسلام لا يعتبرون المرأة شيئا لا أقول ذلك في العرب وفقط بل في كثير أو في أكثر البلدان والحضارات كانوا يعتبرون المرأة لا شيء بعضهم كانوا يعتبروا المرأة خليفة الشيطان وبعضهم كانوا يعتبر المرأة شيء نجس أعزكم الله لا يصبح إلا لقضاء الشيوة وفقط وكان العرب قبل الإسلام لا يأبهون من مرأة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان العرب قديما أو كنا في الجائلية لا نأبه للنساء ولا نجعل لهم شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وجعل لهم ما جعل أيها الأحباب يكثين في وصف النساء أو في مكانة النساء عند العرب قبل الإسلام قول الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كريم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به كان إذا بشر أحدهم بالأنثى يسعي من الناس يتوارى أن يراه جاره يتوارى أن يراه صاحبه إنه رفق ببنت إنه رفق بأنثى هذا كنعار هذا كنعيب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ثم يفكر ماذا يفعل في هذه المصيبة التي حلّت به أن يمسكه على ذون يعني يبكيها حية بالرغم من أنفه ويبقيها عنده وهو يكون حزين من أجل ما يتكلفه من أجلها أم يمسكه على ذون أم يدسه في الطراب ألا ساء ما يحكمون وفي ذلك قال الله وإذا الموعودة صُعِلت بأي دنب قُتِلت كم من أنفس قتلوها ظلماً وعدواناً بغريزة أنها بنت أنها أنسى لا شأن لها ولا وزن ولا أولى ولا كوة إلا بالله لما بُعص رسول الله أذن لهذا الظلم أن يُرفع وأمر الله عز وجل بالعدل أن يقوم في الناس فقال الله عز وجل في كثير من القرآن مصاوياً بين الذكور والإنس مثل قول الله عز وجل وَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّكُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَكَكُمْ مِنْ نَفْسِي وَاحِدَةً وَخَلَكَ مِنْ هَا زَوْلَّهَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَةً وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلٍ الله عز وجل الذي خلق الذكر والذي خلق الأنسى الله عز وجل الذي جعل الرجل والذي جعل المرأة ولا تستقيم الحياة بالرجال أبداً دون النساء ولا تستقيم الحياة بالنساء دون الرجال فكلاهما يحتاج إلى صاحبه ألم يكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حديثه النساء شقائق الرجال النساء شقائق الرجال لهن ما لهم وعليهن ما عليهم ألم يكن ربنا عز وجل في محكم الكتاب ولهن مثل الذي عليهن من معروف أيها الأحباب الكرام كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن ليس من أحد يتكلم من الصحابة في القرآن نسل بن عباس كان ابن عباس رضي الله عنه يضع الطيل ويضع الضغن على لحيته وشعري يعني يتزين وأجعل شكله جميل جداً يحتوي بمظهره فيقولون لما تفعل ذلك يا ابن عم رسول الله فأقول إني أتزين لمرأتي كما أحب أن تتزين ليه فذلك قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أيها الأحباب الكرام منذ أول لحظة في حياة البنت أو حياة المرأة يهتم الإسلام بها اهتماماً بالغاً اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم معلماً من رزق بالبنات إنها بشرة عندما يرزق الله عز وجل بالأنثة هذه بشرة وصدق من قال لم يرد من لم يرد له النساء الذي لم يرزق بالأنثة لم يعش الأبوة لم يعش الحنان لم يعش الشافقة قال الحبيب صلى الله عليه وسلم معلماً من رزق بالإناس من ابتلاه الله عز وجل بشيء من هذه المناس بواحدة أو باثنتين أو بثلاث أو بأربع أو أكثر فأدبهن ليس ترزق فقط بل تؤدل وتعلم وتبتق الله عز وجل فيهن فأدبهن وأحسن إليهن كن له حجاباً وسطراً من النار هذا الوكر أو الولد أو الابن الذي يفتخر الرجل به أنا عندي خمس ذكور عندي خمس رجال ماذا يفعل لك؟ وماذا سيفعلون لك؟ انظر إلى النساء والبنات على ضعفهن وكل تحيلتهم إذا أدبهن أبوهن وأحسن إليهن كن له حجاباً وسطراً من النار سبحان الله لعل الإنسان يستوجي بالعذاب يوم القيامة فتأتي تربية هذه البنات حجاباً له وسطراً من نار جهنم أيها الأحباب الكرام حتى إذا كبرت البنت هذه الصغيرة وأصبحت تطلب بالزواج فهي تكمن لك أنت أيها الزوج نصف دينك ألا نكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم من رزقه الله بزوجة صالحة فقد أعانه على نصف دينه فلتق الله في النصف الآخر ومن تكريم الله عز وجل للمرأة في مسألة الزواج أنها لا تتزوج هكذا إلا بإذنها لا تنكح إلا بأمرها لا تنكح على الرغم من أنفها بل تنكح لمن أحبت لمن أرادت ولا يكررها أمور على ذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن لا تذهب إلى بيت زوجها إلا برضوها إذا أحبت وإذا وافقت على هذا الزوج وهذا من تكريم الإسلام فقد كانوا قبل ذلك لا يأبون بالمرأة أصلاً ليس لها أمر وليس لها شأن وليس لها إذن لا تملك شيئاً من أمر نفسها ولا مال ولا شيء ولا عقار الإسلام في هذا وأمر ولي الزوجة وولي المرأة أن يزوجها إلا بإذنها حتى إذا ذهبت إلى زوجها لا تنكح الأسيرة عندك لا تخرج إلا بإذنك ولا تلبس إلا ما أحبرت أنت مرتبطة بك أنت إذا أمرتها فعلت وإذا نهيتها انتهت فكأنها كالأسيرة في بيت زوجها فإنهن عوام عندكم أخذتموهن بأمان الله واستحليتم فروجهن بكلمة الله ثم يأمر الإسلام هذا الزوج أن ينفق على زوجته أن يطعمها مما يطعم وأن يقصوها مما يتسي لا يزلمها أبداً في أي شيء بل قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عنهن عن النساء ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم هذه المرأة أيها الأحباب الكرام في بيت زوجها لها مكانة عظيمة ألم يكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أو إن خياركم خياركم من نسائه خير المسلمين من كان عند أهله طيباً من كان لأهله حنوناً وشفوقاً وكريماً حتى إذا بلغت المرأة مبلغ الأمومة أصبحت أماً يكرمها الإسلام يكرمها الإسلام فيجعل الجنة تحت قدميها جاء شب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن رسول الله يستأذن رسول الله في الجهاد يريد أن يخرج في الجهاد هل هناك فعل أي يعني أمر في الإسلام أعظم من الجهاد الجهاد في سبيل الله قال رسول الله وذروة سنانه يعني أعلى شيء في الإسلام الجهاد هذا الشاب جاء يستأذن رسول الله أن يداهل فقال أحيي والدك أو سأله في رواية ألك أم؟ عندك أم؟ قال بلى لا رسول الله قال انزم قدميها فإنها ثم الجنة لعل رسول الله علم أن هذا الولد مقصر في حق أمه أو علم أن هذه الأم ليس لها من يعونها إلا هذا الولد إلا هذا الإبن فقال له لا مكانك ليس معنا في الجهاد لكن جاهد عند أمك انزم قدميها فإنها ثم الجنة هذه المرأة أيها الأحباب الكرام وصبك أحد الصالحين لما قال ما رأينا كالمرأة فضلا ما رأينا كالمرأة فضلا يعني مكانة عند الله تدخل أباها الجنة صغيرة أو بنتا تدخل أباها الجنة بنتا وتكمل لزوجها نصف دينه شابة والجنة تحت قدميها أما نسأل الله العلي العظيم أن يرد المسلمين إلى دينه ما ربا جميل أقول قبل هذا وأستغفر الله وأستغفره الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد الرسول الله اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحباب الكرام لقد كرم الإسلام النساء أيما تكريم وحافر عليهن أيما حفار وإنها لدعوات مغربة دعوات مشبوهة التي تقول أن الإسلام مصدم النساء وأن المرأة لا بد أن تتحرر تفعل ما تشاء تذهب مع هذا الرجل إذا شاءت ومع هذا الشاب إذا حبت هذا تكريم للمرأة سبحان الله وقد جعل هؤلاء المغردون الكذبون الدقالون الإفكة والفسوق والفجور تحريرا وتكريما وحاشا وحاشاه سبحانه وتعالى أن يأذن بمثل هذا أبدا أيها الأحباب الكرام بل إن من تكريم الإسلام للمساء والمرأة أن أمرهن بالستر فما كانت المرأة أيها الأحباب أن تسترش أن تسترش عن الأعين الحرام عن النظرات المشبوهة الله عز وجل يقول لأمهات المؤمنين وَلَا تَخْبَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَفْمَعَ النَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضْ هذا الكلام من رب العزة لأطهر النساء على وجه الأرض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتخضعنا بالقول يعني لتتكلمنا بأسلوب يلتفت به إليكم الرجال تتمايل في الكلام تضحك بصوت مرتفع اتفعلوا بعض الأمور أو الحركات التي تجذب أنظاراً الرجال وهن أمهات المؤمنين والله عز وجل يقول فَلَا تَخْبَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَفْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضْ لَعَلَّكُنَّ لِيَتُكُنَّ طِيِّبَةٍ وعد الهزاة تتكلم لا تكسد شيء لكن الله عز وجل لا يقول ليست المشكلة فيكم أنتم ولكن المشكلة عند الذي في قلبه مرض أول أحباب الكرام من تكريم الإسلام أن جعل المرأة كالجوهرة المصونة أعزكم الله أعزكم الله أنا إذا عندي ذهب في البيت أو عندي جواهر أو أحجار كريمة هل أبعها كذا في أي مكان إنسان إذا كان عنده شيء غالب أو سمين يستره يبعه في مكان آمن لا يكون يعني كل الأيد تصل إليه بسؤولة لا 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 يحجبه عن كل هذا كذلك النساء تستر عن كل ما يأذهب لذلك أمر الإسلام النساء بالستر وعدم التمرج وعدم إبهار الزينة أمام غير المحارم وأمام غير الأزواج حفاظاً عليهم والله وتكريماً لهم فلا يغطر البعض بهذه الدعوات المشبوهة من أصحاب القلوب المريضة التي كل ما يزغلها أن تتعرى النساء أن تتكشف نساء المؤمنين أن يتكشف نساء المسلمين أيها الإحباب الكرام كذب من يكون وكذب من يرمي الإسلام بأنه ظلم النساء كيف ظلم النساء وعندنا صورة في القرآن من أكبر صور القرآن اسمها صورة النساء صورة النساء أكبر صورة في القرآن بعد البكر وآل عمران تكلم الله عز وجل فيها عن كثير من أحوال النساء وذكر فيها لرجاء نصيب مما ترك الوالدان والأكرمون لأن العرب كانوا يورسون النساء فأنزل الله هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأكرمون للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأكرمون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا كيف لم يكرم الإسلام المرأة وقد أنزل الله عز وجل في مرأة في مرأة سألت سؤالا واشتكت شكوى إلى ربها وشكت شكوى إلى ربها فأنزل الله فيها قرآن يتلى إلى يوم الدين قد سمع الله قولا التي تجادرك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير أيها الأحباب الكرام حريم بالمسلم أن يفتخر الله بدينه فالإسلام دين الخاتم دين جعل الله عز وجل فيه كل الخير وما ترك خير وما ترك خير إلا وأمرنا به وما ترك الإسلام من شر إلا ونهان عنه إلا ونهان عنه وفي ديننا والحمد لله والله أمن وأمان وسلام وسلام سلامة للنساء وسلامة للرجال وسلامة للمجتمعات وإن أمان المجتمعات وإن أمان المجتمعات في تكريم النساء وقد كرمهن الإسلام وجعل لهن ما جعل وجعل عليهن ما جعل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وهذا لكي تستمر الحياة ولكي تستقر البيوت الرجال كوامون على النساء في بعض الأمور لا تصلح المرأة لا تصلح أن تشتك مسلك الرجال هذه أمور مستثناء بسيطة جعل الله عز وجل في خلقة النساء الضعف وجعل الله عز وجل في خلقة الرجال القوة لذلك جعل الله عز وجل عز وجل في خلقة النساء الضعف ومن يحتمل و بييرو ستنتقل تسنتقل جأت لا تصلح كما ق PREF اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ذنبا إلا غفرته ولا عيدا إلا سترته ولا بيما إلا أبيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا استرتها لنا يا رب العالمين اللهم واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما رب صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله